مرحبا استمر سعر صرف الدولار بالتحليق إلى مستويات قياسية بظل صمت اعتيادة لبلغيبوب من الحكومة والوزراء والرئيس وكل المعنيين المتلهين بتقسيم الأصوات الانتخابية ونزج التحالفات والبيانات والرد على البيانات فيما الأطفال اللبنانيين يعانون من الجوع والبرد والمرض الدولار تخطى 32 ألف ليرة ولا حسيب ولا رئيب والخير لقدام وفيما لبنان يغرق الدول المجاورة بدءا من سوريا تعود إلى مسار النمو والاستثمار والعمل فالهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات بسوريا انتهت من مسودة ترخيص لمشغل تالت للهاتف المحمول وبالكويت وفقت السلطات على بناء مطار جديد وبمصر فازت شركة بي بي مع أني بحقوق تنقيب بحري عن الغاز بالبحر المتوسط بلبنان اشتعل الاشتباك بين أصحاب المطاحن والأفران ووزير الاقتصاد أمين سلام لتأخر أكثر من 15 يوم لتوقيع طلبات الطحين المدعوم ما أجبر مصر في لبنان على التأخر لأقراره وتحويل الأموال تحديدا إلى الاستيراد لتلوح أزمة ترغيف بالساعات المقبلة حيث أكد أن نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم لموقع الامتيفي أن وزير الاقتصاد يرفض توقيع تسعير ربطة الخبز والطحين للمطاحن مع تأكيد إبراهيم أن الوزير أبلغ أن ينتظر تراجع الدولار بالسوق السوداء للتوقيع ويؤكد إبراهيم أن المطاحن فرغت من الطحين ومن منها يمتلك طحين يبيعه بحوالي 5 مليون ليرة وهو سعر السوق السوداء وحمل وزير الاقتصاد المسئولية مع تأكيده أنه لا طحين بمعظم المطاحن والأفران وزارة الاقتصاد من جهته وباتصال مع الامتيفي أكدت أنه لا طلبات عالقة لديها وأنه أرسلتها موقعة إلى مصر في لبنان أما عن التسعير الجديد اللي طلحد ارتفاع سعر الدولار إلى حدود 30 ألف ليرة فستصدر غدا صباحا ليرتفع سعر البنزين والمزوت والخبز أيضا لبنانيا بيان رئيس اتحاداته نقابات النقل البري بلبنان بسامة ليس للأمتيفي أنه كثف من لقاءاته مع كل النقابات على كافة الأراضي اللبنانية ليكون يوم الخميس يوم غضب حقيقي بواجه تلكء السلطة عن القيام بواجه بيتا والتزاماتها وكشف أن الطرقات الأساسية سيتم قطعة بدءا من الساعة الخامسة صباحا لساعات طويلة بكافة المناطق اللبنانية كما سينضم إلى الاعتصام كل النقابات الزراعي وموزعي المحروقات ليتوقف التوزيع تماما نهار الخميس أقليميا أشار البنك المركزي لدولة الإمارات إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4.2% عام 2022 لحقق زيادة عن معدل نمو لحققه العام الماضي ويلي بلغ 2.1% وتعد توقعات المركزي أكثر تفائلا من توقعات صندوق النقد الدولي لأشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات 3% هالسنة ورد البنك توقعاته لارتفاع الناتج المحلي غير النفطي 3.9% وإلى استمرار الزيادة بالإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الاقتمال وزيادة فرص العمل وتحسين معنويات الأعمال بظل معرض إكسبو الدولي بدبي وأضاف أنه من المتوقع أنه يسجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي نمو بـ 5% عام 2022 ما بيعكز الزيادة المتوقع بالطلب بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم إلى جولة الأسواء رح نبدأها من بيروت بيروت استقرار لأسهم سوليدير فوق مستويات الـ 31 دولار بظل طبعا تداولات تستمر ضعيفة أما بالخليج فارتفعت معظم أسواء الأسهم الرئيسية بدعم من المكاسب يلي حققتها أسعار النفط وطغى اضطراب الإمدادات بكازاخستان وليبيا على المخاوف الناجمة من الزيادة السريعة بالإصابات بكوفيد 19 متحور فيروس كورونا أما بأوروبا فأنهت البورصات الأوروبية الجلسة على تراجع بظل ضغوط من ارتفاع وائد السندات الأمريكية ما أثر على أسهم التكنولوجيا ودفعها إلى التراجع وأيضا بظل عودة المخيف من الانتشار السريع لفيروس أوميكرون متحور فيروس كورونا أما الأسهم الأمريكية فبدأت الجلسة الأسبوع أيضا على تراجعات بظل ضغوط من أسهم قطاع التكنولوجيا وأرقام التضخم إلى الذهب الذهب يسجل استقرار قرب أدنى مستوى من ثلاث أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الأحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بوقت أقرب من المتوقع بوقت أسعار النفط عادة إلى التراجع ولكن على خلفية ارتفاع بلغ 5% الأسبوع الماضي بظل ترقب المستجدات المتعلقة بالمعروض من كذا خسان وكان تم الإعلان عن استقناف الإنتاج بليبيا وطبعا التطورات المرتبطة بجائحة كورونا أما الدولار فيعود إلى الارتفاع بظل زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم لأربع مرات خلال عام 2022 وبوطيرة أسرع مما كان متوقع ما يعزز من جاذبية الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى نهاية جولتنا على اقتصادية يعطيك العافية جيسي شكرا